قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار إليكم مشاهدين أهم عنوان أخبار اليوم وليدراجراج يخطط لمواجهة منتخبين قويين من إفريقيا المنتخب المغربي يتقدم للمركز الثاني عشر عالميا في ترتيب الاتحاد الدولي لكرة القدم الاتحاد الإسباني يغري إبراهيم دياس من أجل رفض المغرب واختيار إسبانيا والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش الدير جيميل الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد الأخبار وليدراجراج يخطط لمواجهة منتخبين قويين من إفريقيا من المقرر أن يعقد الناخب الوطني وليدراجراج الشمعا ثانيا مع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوز القجاعة لتحديد البرنامج الكامل لاستعدادة المنتخب المغربي بعد خروجه المفاجئ من دورة ستة عشر لبطلة كأس أمام إفريقيا ويفضل المدرب وليدراجراج إجراء مواجهة مع منتخبات إفريقية قوية استعدادة لبدء التصفية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس أمام إفريقيا 2025 وتجرى حاليا مفاوضات بين الجامعة ومنتخبات قوية من إفريقيا مثل السنغال ومالي لخوض مباراتين وديتين في المغرب خلال شهر مارس القادم إن شاء الله وسيشمل البرنامج سلسلة من المباريات الودية بالإضافة إلى التصفيات المؤهلة لكأس العالم وكأس أمم إفريقيا 2025 التي من المرتقب إقامتها صيف العام القادم إن شاء الله المنتخب المغربي يتقدم للمركز الثاني عشر عالميا في ترتيب الاتحاد الدولي لكرة القدم ارتقى الفريق الوطني المغربي إلى الرتبة الثانية عشر في تصنيف الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم في فا متقدما بمركز واحد عن آخر تصنيف صدر في دجمبر من العام الماضي ورغم الخروج من دور ثماني نهائي كأس أمم إفريقيا إلا أن المنتخب المغربي أضاف نقطة واحدة لرصده الذي بلغ 1663 الشيء الذي أسهم في تجاوزه للمنتخب الأمريكي وتحسين تصنيفه بين عمالقة الكرة في العالم وحفظ أصد الأطلس على تصدرهم تصنيف المنتخبات الأفريقية والعربية فيما حفظ السنغال على المركز الثاني قاريا بينما حلت نيجيريا ثالثة أفريقيا ومسر رابعة في حين حل المنتخب الإفواري خامسا عن القارة الأفريقية الاتحاد الإسباني يغري إبراهيم دياس من أجل رفض المغرب وتمتيل منتخب إسبانيا يتواصل الغموض حول المستقبل الدولي لنجم ريال مدريد إبراهيم دياس بين تمتيل المغرب أم إسبانيا حيث يعد الثاني بلد المولد والنشأ بينما يعد المغرب بلده الأم في وقت يضغط فيه الاتحادان بقوة على اللاعب للدفر بخدماته رغم أنه لم يحسم قراره حتى الآن وتواصل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ضغطها من أجل إقناع إبراهيم دياس بتمتيل أصود الأطلس مستقبلا وفق المشروع الذي يشتغل عليها رغم أن دياس بات قريبا من الاندمام لقائمة منتخب إسبانيا في فترة التوقف الدولي القدم ويحاول الاتحاد الإسباني لكرة القدم إغراء ناجم ريال مادريد بالمشاركة في كأس أوروبا القادمة مع لاروخا كما أن مدريب المنتخب الإسباني يغري اللاعب بإعطائه الرقم عشر داخل المنتخب الإسباني وذلك للدفر بخدمته وقطع الطريق على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم علما النادي استردد كثيرا ولم يحسن موقفه بشكل رسمي حتى الآن أندية مغربية تخطط لمفاجأة عموتا بعد إنجازه مع الأردن هنأ نادي الويداد رياضي المغربي المدير الفني لمنتخب الأردن الحسين عموتا بعد إنجازه التاريخي في بطرة كأس أسيا لكرة القدم حيث قد منتخب النشام للمباراة النهائية قبل أن يخسر اللقب أمام البلد المضيف منتخب قطر بثلاثة لواحد يوم السبت الماضي على استضل السيل في الدوحة وأنشر الفريق الأحمر تدوينة عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماع فيسبوك عبر من خلالها عن تقديره وافتخاره بالإنجاز غير المسبوق الذي حققه مدربه السابق الحسين عموتا برفقة الأردن في بطولة كأس أسيا وجاء في منشور نادي الويداد رياضية يهنئ المكتب المسير السيد الحسين عموتا مدرباً السابق بالإنجاز التاريخي الذي حققه مع المنتخب الأردني في كأس أسيا 2024 ويحدى المدرب الحسين عموتا بتقدير استثنائي من طرف جماهير الويداد رياضية بعدما أعاد هذا النادي العريق إلى سكة الألقاب من جديد حيث قده إلى التتوجيب لقب دور عبط الأفريقية في 2017 بعد غياب دام 27 سنة إضافة للقب الدورة المحلية قبل أن يرحل عنه بسبب توطر علاقته بالرئيس السابق صعيد النصري وارتفعت أسهم المدرب الحسين عموتا أكثر بعد إنجازه التاريخي مع منتخب الأردن بغض النظر عن ألقابه السابقة حيث أصبح محط إشادة مطلقة من طرف الجماهير المغربية والمحللين الرياضيين وفي هذا الإطار تستعد عدد من الأندي لتخصيص استقبال استثنائيا للمدرب الحسين عموتا وبقية أعضاء الجهاز الفني بعد عودتهم إلى المغرب من أجل تكريمهم والاعتراف بالعمل الكبير الذي قدموه مع منتخب الأردن ومن خلالها للكرة المغربية وفق لما ذكره موقع العرب الجديد فإن هناك تنصيقا حاليا لتنظيم حفل استقبال عموتا بمسقط رأسه في مدينة الخميسات المغربية من أجل تكريمه بمجرد عودته إلى المغرب جدر بالذكر أن حسين عموتا ولد في الرابع والعشرين من أكتوبر 1969 في مدينة الخميسات على بعد 78 كم غرب العاصمة المغربية الرباطة وبدأ مسيرته لعبا ثم محترفا في السد القطرية فمدربا في المغرب والخالج العربي حيث فاز بتسعة ألقاب مع ثلاث أندية مختلفة إضافة إلى بطولة كأس إفريقيا للمحليين الفيفا يضع الخنوص ضمن أفضل المواهب الإفريقية لسنة 2024 وضع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الدولي المغربي بيل الخنوص لاعب الجنك البلجيكي ضمن أفضل المواهب الإفريقية خلال سنة 2024 وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في تقرر نشره عبر موقعه الرسمي بالإنترنت النبيل الخنوص ضمن أفضل المواهب الإفريقية الذين وجب متابعتهم خلال السنة الجارية واختر المصدر ذاته الخنوص إلى جانب كلهم من السنغال عمر ديكتي والمالي نينيت جورنيس بالإضافة إلى الجنوب الإفريقي تابيلو ماسيكو وأشار أيضا إلى أن هؤلاء اللاعبين من الواجب متابعتهم خلال الفترة القادمة بحكم صغر سنهم وأيضا تألقهم مع الفرق التي يلعبون لها واستعرض الفيفا مصر اللاعب المغربي مع المنتخب الوطني بعدما كان أصغر اللاعبين يشاركوا مع الأصود في نهائية كأس العالم إلى جانب تألقه ومساهمته في تتوجي المنتخب الأولمبي بكأس الفرق الأقل من 23 السنة ويرتبط الخنوص بعقد مع ندهجنك البلجيكي إلى غاية 2026 علما أن اسم اللاعب تمرتبطا بعدد من الأندية الأوروبية كمارسيلي الفرنسي وقلد الصلاة التركي وبرسيا دورتموند الألمانية إليكم مشاهدين أهم عنوان أخبار اليوم وليد راقراك يخطط لمواجهة منتخبين قويين من أفريقيا المنتخب المغربي يتقدم للمركز الثاني عشر عالميا في ترتيب الاتحاد الدولي لكرة القدم الاتحاد الإسباني يغري إبراهيم دياس من أجل رفض المغرب واختيار إسبانيا حسناً شكرا